اشتركوا في القناة في فك العزلة عن عديد من المناطق سوف يقربنا منه السيد أنور بن عزوز المدير العام بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أهلا وسهلا سيد بن عزوز أهلا وسهلا مرحبا بك سيد بن عزوز أولا وقبل أن نتطرق إلى العديد من النقاط التي تهم هذا القطاع تحدثوا لنا عن حصيلة الإنجازات التي قمتم بها خلال الفترة بين 2012 و 2016 أهم إنجازات الطريق السيارة للشركة الوطنية للطرق السيارة في 2012 و 2016 هي تدشين طريق السيارة برشيد بن بلال وكذلك تدشين الذي سيكون إن شاء الله في 2016 لطريق السيارة جيدة أسفي وطريق المداري للرباط بالنسبة لطريق السيارة أسفي الجديدة أين وصلت هذه الأشغال؟ طريق السيارة جيدة أسفي هو طريق على طول 140 كم مقسم إلى ثلاثة أجزاء فالجزء الأول هو من الجديدة إلى الجرف الأصفر انتهى تماما والجزء الثاني من الجرف الأصفر للسيدي إسماعيل سينتهي بعد شهر أو شهرين إن شاء الله والطريق الجزء الثاني هو سيدي إسماعيل أسفي انتهى تماما إن شاء الله في الصيف 2016 ستكون مفتوحة أمام المستعملين هناك أيضا من المشاريع التي قمتم بإنجازها خلال هذه الفترة الطريق المداري الرباط السلاسخيرات تحدثوا لنا أين وصلت هذه الأشغال بالنسبة لهذه الطريق الطريق المداري للرباط من أعين عتيق يعني من جهة نحية السخيرات إلى قنطرة الجسر المعلق الرباط قد انتهى تماما والأشغال حاليا مكثفة من الجسر إلى السلا فإن شاء الله في صيف الفينستاش ستكون مفتوحة إلى الأنم في صيف الفينستاش فيكونوا واعدا بمشاريع إن شاء الله تحدثتم قبل قليل عن القنطرة المعلقة هذا المشروع المهم الذي قمتم بإنجازه أين وصلت أشغاله؟ هو الجسر المعلق هو أول جسر من ناحية التقنية في المغرب طوله 950 متر وقد انتهت أشغاله انتهت فهو رهين بانتهاء الطريق المداري لم يفتح بعد أمام لا يمكن فتحه إلا بعد انتهاء الطريق المداري حتى يستعمل أما الجسر فهو تماما منتهي وجاهز وبالنسبة للإجراءات التي تقومون بها لتطوير الخدمات المقدمة لمستعمل الطرق السيارة ما هي الإجراءات التي تقومون بها وما هي الخدمات التي تقدمونها لمستعمل الطريق؟ مستعمل طريق السيار بالنسبة للشركة الوطنية الطرق السيارة هو أساسي بالنسبة لنا وهو في قلب في قلب المنظومة من حيث المعلومات فقد أطلقنا في 2014-2015 نظام جواز من القنيطر إلى برشيد وسوف يتم تعميمه ببداية شهر ماي إن شاء الله على مجمل الطريق السيار من طنجاء من راكش وأكادير سيكون هناك تأخير بالنسبة لفاس وجدة وهذا سيسمح لمستعمل الطريق السيار أن ربح وقت مهم في الأداء وما هي الإجراءات التي يقوم بها المواطن لكي يحصل على جواز المرار في طرق السيارة نحن نقوم بتكتيف مناطق التي يمكن للمستعمل الطريق السيارة الحصول على جواز هناك في الرباط في مكان طريق السيار مكان خاص بجواز هناك في المناطق في بوزنقة في القرنة التيرا في جل المناطق نعرض بيع جواز إذن تقومون بتقريب الخدمة من المواطن نعم وأهم شيء هو حينما يتم اقتناء جهاز جواز ممكن للأشخاص أن يعبئوا هذا الجواز عن طريق أنترنت نعم عن طريق البطاقات البنكية أيضا تماما نعم إذن سيد بن عزوز لابد أن بناء الطرق السيارة يحتاج إلى تخصيص موارد مالية جد مهمة كيف تقومون بذلك؟ وهل هناك شركات مع قطاعات أخرى في هذا الميدان؟ هو طريق السيار يعني كلفته حسب المناطق تتراوح من 40 مليون درهم من الكيلومتر حتى 80-90 مليون درهم من الكيلومتر الشركة الوطنية الطرق السيارة تعتمد على القطاع الخاص في بناء طريق السيارة وحضود الشركات الوطنية كثير جدا فأكثر من 33-40% من الشركات الوطنية هي التي تبني الطرق السيارة تور الشركة الوطنية الطرق السيارة هي تحديد نظام الجودة لطرق السيارة وتحديد السلامة المفروضة لمستعمل الطرق السيارة فنحن نباشر الأشغال من بدايتها إلى نهاية والشركات الخاصة هي التي تقوموا بإنجاز وبناء الطرق مؤخرا قمتم بتدارس عقد برنامج بين الشركة وبين الدولة أين وصل هذا العقد؟ هذا العقد برنامج الأخير كان 2008-2015 والذي انتهى وانتهى تقريبا كان هناك تطميل البرشيد هي التي لم نقم بأدائها في إطار العقد البرنامج السابق فقد عطينا كل اقتراحات للوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك التي هي مسؤولة عن عقد البرنامج وننتظر ردها لتحديد عقد البرنامج الجديد تماما وماذا عن المشاريع المستقبلية التي تقومونها سواء بدراستها أو التي هي في طور العين هناك مشاريع كثيرة تم دراستها فنحن جاهزين تقنيا وجاهزين حتى من ناحية يعني كيفية تمويل هذه المشاريع ولكن الرأي الأخير يرجع إلى الوزارة التجهيز هي الوزارة الوصية على القطع نعم سيد بن عزوز من المستجدات التي قامت بها الشركة مؤخرا هو الإعلان عن افتساح أكاديميات الطرق السيارة والتي تهديف إلى تكوين أطر أو مهنيين في قطاع الطرق السيارة تحدثوا لنا عن هذا التكوين وعن المستهدفين من هذا التكوين الشركة الوطنية الطرق السيارة تجاوزت 25 سنة من حيث النشأة وتقريبا اقتربنا من 1800 كم وهذا كان بسبب وجود كفاءات مغربية ووطنية بعض منها راح للتقعود وبعض الآخر راح للشركات التانية ولكن الكفاءة والمعرفة يجب أن تبقى عند الشركة الوطنية فأنشأنا مركز تكوين حتى نتمنى ونحافظ على كل هذه التجربة ونمرر هذه الأجيال المقبلة فكل أبناء الشركة الوطنية معنيون بهذا التكوين وسوف نعممه على كل الأشخاص الذين يعملون في الطرق السيارة حتى لو لم يكونوا من أبناء الشركة الوطنية وسنعممه على الأفارقة الذين سيقومون بنفس تجربة المغرب في بناء طرق السيارة إذن هناك أفاق لتعاون جنوب جنوب بين شركة الطرق السيارة والدول الإفريقية وقد بدأنا بالفعل وعندنا شراكات مع شركة يابانية في هذا الإطار وشركة أوروبية في هذا الإطار وهذا هو دور الشركة الوطنية أنها تكون واحدة إشعاع وطني على الجنوب السيد بن عزوز شكرا على قبول الدعوة وإلى فرصة مقبلة بحول الله شكرا لكم مرحبا أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وأضرب لكم موعدا لاحقا لإذن الله إلى اللقاء